فمن جينا فكرنا بالبصرة ثغرنا ليش لبريطانيين ومجموعة الشركات التجارية العربية في الإمارات ليش العالم كله مركز مسلط الضوء على البصرة إذن أكوشي بالبصرة فخلينا نجي نفكر فكرنا من ناحية الجغرافية من ناحية المساعة من ناحية ارتباطها بالعالم القديم سنتر العالم القديم آسيا أوروبا أفريقيا شفناها ممكن أن تكون تجارة واعدة بعد هونغ كونغ بعد سنغافورة بدت يعني فرحنا بس هي هاي المشكلة يعني يمكن الخبير الاقتصادي أخويا دكتور ناصر أستاذي راح يتكلم أكثر تفاصيل عنه بلش نحن عادين عدتنا حتى نرسم حدودنا البحرية نرسم مجالاتنا وفرحانين نريد ننقذ ننقذ العراق أو نريد ننتقل به ننتقل إلى مرحلة جديدة مرحلة بناء مرحلة لكن للأسف بعدها تحول للبصرة البصرة يقالوا يا بي 6 مليارات المبلغ صار بعدين 12 بعدين توقف بعدين 2010 وضعوا حجر الأساس حجر الأساس طلع ولكن ما بس مجرد بناية فعلا حجر حرفيين حرفيين حجر هي حجره بس وراح وراح علينا الميناء هس وصلنا إلى حد الشركتين الكورية أو الصينية والتنافس مالتين زيان حتى يكون ميناء مكتمل أتكلم أنا من ناحية الاقتصاد الترك الزميلي وأستاذ العزيز دكتور ناصر لكن أتكلم على موضوع الموازنة إحنا مرينا بداعش مرينا بكورونة مرينا بهبوط الأسعار إلى آخره هس صارت عندنا وفرة مالية وفرة مالية زيان انت رصدتوله ليشارك الكورية مليارين وستمائة وخمسين مليون زيان طيب هس عدكم مفرة السيد الكاظمي قبل ما يودع قار صار عندنا خمسة واثمائين مليون يا دولة يا حكومة جيبونا خمس مليارات ودرت يشوف من يعترض عليكم من الشعب تقولون اقتصاديين مشاريع إحنا هلا اقتصاد مشاريع ويمكن الدكتور يشاركني بالرأي حطوها فخوها للفاو وسووا مو خمسة حتى يصير شوية وسط مو صغير ولا كبير وسط سووا لكم فد مو خمسة يمكن زيان القناة الملاحية هس يجعل القناة الملاحية بالتصميم كانت عندنا عشرين متر وإذا جئنا تصاميم السفن عالميا بشون تكون يبنوها على اثنين قناة السويس وبنمى ومذيق ملقة هذا ملقة طولة سبعمائة وخمسين كيلو متر هذا المذيق لازم السفن اللي تبنى يقدر يسون سفن كبيرة جدا وعمق لأن غاطة اسمالتها ينزل إلى مثلا 30 متر بس احنا يعني محسوب حساب وعليه احنا من قلنا القناة البحرية لميناء الفاو إذا صارت 20 متر إذا حصننا السفن التجارية الكبرى هذا مهم جدا نقصت للتسعة طعش واعتقدكم مشكلة بالأربعة طعش وطلع السيد وزير النقل السابق قال لا مو أربعة طعش شركة الكورية قالت أنا ما أقدر أكمل لأن المتر الواحد السنتيمتر الواحد في بناء قنوات موانئ العالم على السنتيمتر تحكي صح قالوا